موسيقى 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 مرحبا بكم مشاهدينا في تغطية الميادين فاشهدوا الانتخابات التشريعية الجزائرية تدخل الجزائر أسبوعها الأخير ما قبل استحقاق الانتخابات التشريعية يوم عطلة للأسبوع وسيشكلان فرصة لتكثيف الانشطة الانتخابية والحوارية حول قضايا مطلبية ومعيشية واقتصادية لكن حتى مع اشتعال المنافسة بين المرشحين لم تغب فلسطين عن الجزائر ما زالت حملات التضامن والتحركات الأهلية والحقوقية مع الشعب الفلسطيني ولسيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير تحظى بأهمية أساسية في الجزائر ومن جانب آخر تعول سلطات الجزائرية على تشبيب المشهد السياسي في البلاد ومنح حضور أكبر للمرأة في البرلمان بعيدا عن مبدأ المحاصصة الذي كان سائدا فالامتيازات التشريعية والسياسية التي منحهما قانون الانتخابات الجزائري الجديد لفئتي الشباب والنساء شكلت مادة دسمة لسجال سياسي ما زال قائمة في الجزء الأول من ساعة التغطية هذه معنا من العاصمة الجزائرية مسؤول لجنة الإغاثة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سيد كريم رزقي ومن العاصمة الجزائر أيضا معنا ممثل لجنة الشعبية الجزائرية لدعم فلسطين المكي قصوم مرحبا بكما اسمح لنا قبل أن نفتح النقاش في هذا المحور تحديدا أن نستعرض هذا التقرير شكلت القضية الفلسطينية محورا ثابتا في الحملات الدعائية والخطابات السياسية الانتخابية في الجزائر وتسابقت الأحزاب إلى عرض مواقفها الداعمة والمنسجمة مع الموقف الرسمي الجزائري في دعم القضية الفلسطينية إلى جانب الأعلام الجزائرية ترفرف الرئيط الفلسطينية في القاعات وفضاءات الحملة الانتخابية في الجزائر خطابات لا تخلو من الإشادة بالموقف الرسمي الداعم للقدس عاصمة أبدية لفلسطين قضية الفلسطينية قلنا أنها قضية مركزية ومبدئية وقناعة شعب الجزائر لن يقبل شعب الجزائر لم يقبل أي أن يخون القضية الفلسطينية نحن متأكدون أن حتى المترشيحون الحاليين يدركون هذا أنه لا مجال لخيانة القضية الفلسطينية ولا مجال للبيع والهرول لهذا هم ربما يؤكدون مساعدتهم للقضية الفلسطينية والدعم والدعم للمطلق للقضية الفلسطينية لأنهم يدركوا أن الشعب لن يتسامح مطلقا في أي كان ومهما كان أن يبيع هذه القضية يتسابق المرشحون على استمالة الناخب الجزائري وتأكيد ثباتهم على دعم فلسطين ومناهضة كل أشكال تطبيع يخاطبون عنفوان الروح التورية عند الجزائريين لاستغطاب أصواتهم ويقدمون وعودا بالمواصلة على درب القدس نحن في حملة الانتخابية كما قلت أولينا الأهمية يعني القصوى لهذه القضية كما أولينا الأهمية القصوى كذلك لقضايانا الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة نحن إن شاء الله سنكون ممثلين شعب وبتالي من حقنا أن ندافع على كل القضايا العادلة في مختلف أنحاء المعمورة وليس بالمسبة للقضية الفلسطينية فقط ذلك أن الجزائر متضامنة متضامنة مع كافة الشعوب من أجل التحرر التحرر السياسي التحرر الاقتصادي التحرر الاجتماعي وأيضا ضد كل تمييز عنصري عدو السبو اللون أو الجنس أو ما لذلك سوب بوصلة فلسطين تتجه أنظار نواب الشعب الجدود الذين يناطبهم حسب مراقبين سون الموقف الرسمي تجاه فلسطين من أي انحراف أو تقاقر حاضرة فلسطين والقدس بقوة في خطاب الدعاية الانتخابية في الجزائر الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة تتسابق لتضرب المثل بقيم المقاومة ورباطة الجأش بل وتستوحي قوة مواقفها السياسية والإقناع من ثبات الموقف الجزائري تجاه فلسطين سوفيان مراكش العاصمة الجزائرية الميدين من جديد مرحبا سيد رسقي سأبدأ وإياك انطلاقا مما ختم به أيضا الزميل سوفيان مراكش العلاقة بين فلسطين والجزائر نحن نتحدث عن علاقة أصيلة خاصة وجدانية قومية ثابتة لا تتغير والجزائريون هم الجمهور الوحيد ربما الذي نراه حتى في الملاعب عندما يكون يلعب مع فريق فلسطين يهتف لفلسطين وليس لفريق بلده هذا مثال فقط من الأمثلة التي نراها في الحضور الأصيل للجزائر موقفا حقيقة عمليا وأيضا تعبيرا في المحافل الدولية لكن حضور فلسطين في الحمالات الانتخابية كان بارزا ولافتا ما تفسير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم التفسير بأن فلسطين يعني قضية فلسطين رضعناها مثل الصبي رضع تذي أمه منذ الصغر من أجدادنا طور التحرير كل قادة طور التحرير كانوا يقولون ويعلنون أن استقلال جزائر دون تحرير فلسطين هو ناقص ولهذا ورثنا أبن عنجد أن الفلسطين لا هي البوصلة أن لا يمكننا أن نقول نحن أحرار وقدسنا والبيت المقدس وفلسطين في أياد الكيان الصهيوني الذي زرعته الغرب في أرض هي أرض المسلمين وأرض العرب وأرض المسيحيين وبالتالي هذا يعني قضية يعني كيف أقول لك يعني بالتوارد التي وردتنا على أجدادنا يعني شيء طبيعي والآن إن شاء الله هذا نحن نطور لماذا تحضر في الحملات الانتخابية ندعم بالكلام وندعم بالموقف السياسي لأنهم كل سياسي كل إنسان يشرف على منصب في الجزائر لا بد بوصلته فلسطين يعني لا بد أن يتعاهد أمام الشعب الجزائري أنه كما قالت الأخت لا يخون فلسطين لا بد أن يكون داعم لفلسطين ونحن نطلب أكثر نحن نقول الآن صحيح الموقف وحده لا يكفي لا بد يتطور الدعم لفلسطين بأشكال أخرى لأننا نحن الآن صرنا في مرحلة أخرى نحن نقول إن شاء الله تحري الفلسطين صار قريب جدا وبالتالي نحن المطلوب مننا أكثر من الموقف السياسي وأكثر من التضامن وأكثر من القلم وأكثر من لا بد نحن نطور الدعم إلى ما أكثر من ذلك يعني بما يطلبهم مننا الشعب الفلسطيني وبما نحن كانوا يدعموننا كل الدول العربية والإسلامية حين أثناء تورتنا ضد استعمال فرنسي طيب سيد قصوم عبد الرزاق مقري رئيس حمس كان لديه تصريح لافت ضمن الحملات الانتخابية تحدث عن ضرورة دعم المقامة تحدث عن حماس عن أنه دور الإيراني أيضا في الدعم ومن يحتاج على ذلك فليضرب رأسه في الجدار ومن يريد أن ينافس فلينافس في دعم المقاومة الفلسطينية لاسيما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة هذا في الحملات الانتخابية هل لديك يعني ما يمكن أن تضيفه على ما قدمه سيد رزقي لتفسير هذا الحضور في الحملات الانتخابية وحيث استمعنا إلى مواقف يعني واسعة ممن يخرجون في تلك المهرجلات الانتخابية أو الحملات الانتخابية يركزون على فلسطين لا سيما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة المحاصر بسم الله الرحمن الرحيم أشكر قناتكم وأرحب بدوري بالضيف الكريم حديث الأستاذ رئيس حمص الأستاذ عبد الرزاق الدكتور عبد الرزاق مقري وغيره من السياسيين الجزائريين جاء لأن المناسبة تنظيم الانتخابات التشريعية 12 جوان 2021 كان في خضم أو تناسبة مع العدوان الأخير على غزة ومن خلاله طبعا العدوان على فلسطين كلها جاء يعني رد الفعل الغزاويين تضامنا مع إخوانهم في بيت المقدس وطبعا لا يستطيع إنسان يعني سواء كان سياسي أو غيره وخاصة من الجزائريين الذين كما قال ضيفك رضعوا لبان القضية مع لبانهم الأولى هذه القضية التي يعني الجزائريين وهم تحت نير الاستعمار الفرنسيا ومع ذلك تحدث علماؤهم وشعراءهم وأدباؤهم عن هذه القضية التي ورثناها كابرا عن كابر ولازلنا نورثها لأبنائنا كقضية مركزية للمسلمين جميعا ولنا نحن والجزائريون على وجه الخصوص الذين لدينا ذكريات في القدس الشريف نحن لدينا تاريخ لدينا تاريخ أبو مدين الغوث وغيره وقد شارك الجزائريون عقب الاستقلال مباشرة مع إخوانهم من العرب والمسلمين ضد العدوان أو الإرهابي الصهيوني على بيت المقدس وعلى إخواننا في فلسطين وتهجيرهم وما وقع في تلك فكان جزائريون حاضرين ما أردت أن أقوله لأختي ولكل المستمعين في قناة الميادين أنه لا معنى للحديث عن أي موضوع آخر الجزائريون برغم من معاناتهم لديهم ما ينقصهم ولديهم ما يشغلهم في حياتهم اليومية وما يريدون من السياسيين تحقيقه في قضاياهم ولكنهم لا يستطيعون لا يستطيع أي واحد يخاطب الشعب الجزائري ويتجاوز هذه القضية سيما وأنها كما قلت تزامنت مع هذه الأحداث الفضيعة التي شاهدها العالم ظلما وعدوانا على إخوانهم في فلسطين كافة سيد رزقي كنت أشرت إلى أنه أيضا مطلوب في موقف جزائري شعبي على كافة المستويات وصولا نحن نتحدث أيضا على المستوى السياسي إلى المستوى الرسمي داعم حاضر لقضية الفلسطينية هذا موقف تاريخي أصيل كما أشرنا وقلت يجب أن نقدم المزيد الرئيس عبد المجيد تبون أيضا في لقاء مع صحيفة فرنسية تحدث أن الجزائر لا يمكن أن يذهب إلى تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هذا التأكيد على الموقف في خصوصية التوقيت الحالي مهم لكن ما هو المطلوب أكثر من ذلك وكيف أنتم تبرزون على مستوى تقديم الدعم إن كان ذلك في المسار العام أو حتى في هذا التوقيت ما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة كما قلت نحن بالنسبة لنا فلسطين يعني لن تضامنا مع فلسطين ليس موسمي وليس بعد حرب أو بعد وراء أي اعتداء هذه قضية قلنا تورثناها أبن عن جد أنا أعرف وأنا كمسؤول يعني العلاقات في هيئة الإغاثة التابعة لجمعية العلم المسلمين وبسيفتي كرجل أعمال نحن لنا فلسطين لها حق علينا في زكاتنا في الربح في كل قضية ولا كل ما نربحه من أموال إلا وفلسطين لها نصيب وهذا طول السنة أنا فيها أشخاص أعرفهم يأتوني بخمسة دولار يعني راتبهم مئتين دولار يوفق خمسة دولار يقول لك هذه الفلسطين فيها أنا أعرف يعني في بيوتنا وربينا على أولادنا وهكذا تربينا في حصالات صغيرة تعطفان صغار حصالة يعني من العيد العيد لما تمرأ يقول لك هذه أتبرع بيها ابنك الصغير لبنتك إلى بنت ولا ابن في فلسطين هذا هذا شيء يعني ورثناه نحن الآن نريد أن نطور الآن لما نتكلم الأخت لما سمعت ضيفك الكريم يتكلم على أخ مقري لما يحكي على إيران إيران دعمها نحن نريد أن نصل إلى مستوى إيران حتى نكمل وحتى يكون كيف يقولون تكامل الأمة هذه مدينة لإيران ومدينة لفلسطين لأننا لا بد أن ندعم ندعم فلسطين كما ينبغي وندعمها كما تريد مننا لأن لتكون التحرير فلسطين يكون قريب جدا نحن لا نريد أن تطول المسافة وتطول الأيام وتطول السنين لو كان يعني أضرب لكي مثلا وأقول هذا على مسؤوليتي لو البلد العربية والإسلامية لليوم الآن تتبرع الفلسطين لو تبرعت الفلسطين بمثل ما تبرعت للإرهابيين والمسلحين يريدون تضمير سوريا وليبيا وغيرها لو بنفس الحجم منتع الأموال لفلسطين خلاص تحررت وهذا قالوا لي إخواننا من الموجودين في الميدان الذين يدفعون عن شرف الأمة في غزة وقالوا لي لو أعطينا ربع أو عشر ما أعطيها للمعارضات والمسلحين والإرهابيين في شتة بلدات ليدمروا البلدات العربية لا كان النصر قريب لكان فلسطين لا تحررت ليس غزة لا تحررت القدس وغير القدس يعني كان فلسطين تاريخية الآن رهي محررة لكن للأسف نحن أولويتنا رهي مختلفة جدا في البلد العربي لكن نحن كشعوب وكجمعيات نحن هذا لابد نحن والحمد لله نحن لنا سياسة وعننا رئيس وعننا حكومة وعننا دولة يعني بشتة بكل فروحة في قضية فلسطين لا تلعب في قضية فلسطين متبنية ونحن كل ما كل حملة كل تضامن كل قافلة الفلسطين إلا وهم يقدموا لنا كل الدعم وكل التسهيلات وهذا يشرفون لكن نحن نطلب أكثر نحن نقول لابد لابد الآن المرحلة اللي نحن فيها لابد تطوير المساعدات تطوير الموقف تطوير لابد أن ننوعها ولابد أن تكون فعالة حتى إخونا يصمدون وحتى يعرفون أن وراءهم يعني لماذا لما يقولوا بأن فيه محور من طهران إلى العراق إلى اليمن لماذا نقول على الجزائر كمان لابد الجزائر تكون ضمن هذا المحور ولابد أن الجزائر تكون ونحن فيه ملايين وفيه ملايين من الجزائريين يريدون أن يساعدوا هذه الفلسطين بكل الوسائل بكل وسائل ممنوحة كما تساعد فرنسا في سنة ثمانية وخمسين أعطت للكين صهيوني قنبلة نووية هي التي أهدت إلى إسرائيل قنبلة نووية نحن ماذا قدمنا نحن نقول أن الموقف صحيح هو يعني يشرف الموقف والدعم لكن لابد أن نزيد ويكون أكثر من هذا هذا الذي نطلبه هذا أيضا سأعود إليك بالنقاش حوله لسيما عندما نذكر بعض المواقف لبعض قادة الأحزاب السياسيين في الجزائر لأنه أيضا نرصد نوع من التحول في طريقة أيضا الخطاب ومقاربة مواقف الدول من القضية الفلسطينية بنظر للصراع على مستوى المنطقة لذلك ذكرنا سيد عبد الرزاق المقري وهذا مهم ما لك بذلك سيد قسوم على مستوى يعني نوعية الدعم الجزائري في هذا التوقيت نحن نشهد تحولا بشكل أو بآخر أو تمظهورا حقيقيا لموقع القضية الفلسطينية في الوجدان العربي والإسلامي وربما حتى أوسع من ذلك فيما شهدنا في التعامل لرأي العام الغربي حتى سجلت القضية الفلسطينية في موقعها الطبيعي في طريقة التعامل سيما مع الأحداث الأخيرة والمستمرة في أرضنا المحتلة فلسطين هل أيضا توافق ما قدمه سيد رزقي بالمقاربة التي يفترض أن تكون مختلفة في طريقة الدعم الرسمي الجزائري بما يتوازى مع حقيقة الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ومجددا نتحدث هنا تاريخيا سيد قسوم سيد قسوم لا يسمعني سأحتفظ بالسؤال نصف السؤال الأخير لم أسمعه لو سمحت فقط نقطة هل أنت ترى ما طرحه سيد رزقي بأنه يفترض أن يكون في نوع من تطوير للموقف الداعم الجزائري من القضية الفلسطينية رغم أصالته وحضوره لا أسمع لا يسمعني سيد قسوم سيد رزقي أعود إليك لنقطة المقاربة بالنسبة لبعض الأحزاب السياسية حتى من طريقة قراءة القضية الفلسطينية وبعض أيضا الدول التي تدعم وذكرت من بينها إيران هذا أيضا كيف أنت ما تعتبره ضرورة تطوير الموقف الداعم الجزائري لا أكيد أن الموقف الموقف الأحزاب وهم يعرفون أن من يبتعد عن فلسطين سيبتعد عنه الشعب الجزائري فيه في الجزائر فيه حزب واحد حزب يعني صنف بالحزب إرهابي ورئيسه طبع وراح زار الكين الصهيوني الآن انتهى هذا الشخص انتهى لأنه مدام قربه من الكين الصهيوني وقربه من المحتل يعني هذا خلاص هذا فصله عن أمته فصله عن وطنه لأن هذا الإنسان صار دخيل على الجزائريين وبالتالي وكل الأحزاب الحمد لله بكل مشاريبها بكل اختلاف أفكارها وكذا لكن نتفق على فلسطين وكلما كانت موضاع أو ندوى أو من أجل فلسطين تجدين كل الأحزاب كل الشخصيات حتى المتناقضة المتناقضة لكن نحن نقول كلما التقينا نقول فلسطين توحيدنا وهذه نقطة فعلا حقيقية هذا شيء في الجزائر أقول لك هذا شيء عادي هي القضية التي تجمع الجميع بالجزائر هذا صحيح كما أشرت سيد رسقي هي القضية الجامعة للكل سيد قصوم الآن أحيلي لك النقطة التي كنت أسأل عنها هل تعتقد بأنه يفترض أن يكون الموقف الجزائري الرسمي أكثر وضوحا كما قدم السيد رسقي عمليا في الحقيقة أن الموقف الجزائري لا يحتاج إلى توضيح بمعنى أكثر تطوير يعني هو يقول بأنه إمكانية أن نرى دعما أوسع أو أكثر تطورا حصوصا في المرحلة الحالية بالنسبة لنا نحن كمجتمع مدني وكأعضاء في الجبهة الشعبية لمناصرة الشعب الفلسطيني التي تضم عشرات الجمعيات وهي في تزايد ومستمر نعم نطالب بأشياء يعني تكون رسمية نطالب بفتح مثلا بتنظيم تليطون للشعب الجزائري وتتبنى الدولة هذا التليطون نطالب كذلك بفتح حساب خاص للتبرع للشعب الفلسطيني على الصعيد المادي كذلك نطالب بفتح المجالات ووسائل الإعلام للتعبير أكثر يعني لفعاليات المجتمع المدني جمعيات وأحزاب ونقابات ومنظمات للتعبير عن مدى التعاطف تعاطف مع الشعب الفلسطيني ونحن جزء من هذا العالم الذي فتح الآن لنحن لم نشاهد أي جمعية في العالم تتضامن مع الصهاينة ولكن شاهدنا العالم الحر كله بما فيه العرب والمسلمون وحتى العواصم العالمية التي كانت لا تتحدث فيها إلا وسائل الإعلام الإسرائيلية الآن أصبح كل العالم يهتف باسم غزة ويهتف باسم القدس ويهتف بالحق الفلسطيني في هذه الأرض وأصبح كل العالم متضامنا مع إخواننا في فلسطين وهذه فرصة لنا نحن ولكل أحرار العالم ولكل المسلمين وكل العالم العربي والإسلامي أن يزيد من دعمه وأن يزيد من فتح القنوات سواء كان القوافل الإغاثية أو سواء كان التبرع المادي الذي يجمع فيما بعد لصالح قضايا الفلسطينية خاصة وأن الضرر الأخير في كما تحدده الأخبار من هناك من فلسطين سواء في مدينة القدس سمح لي هنا سيد قصوم أنا استفيد أيضا من ما تمثلون وأنتم عضو مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين هنا كيف تنسطونا في هذه المرحلة نحن لا نتحدث عن دعم موسمي هو دائم لكن في مرحلة ما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة كيف تعملون ما هي آلية العمل والآن كيف تستطيعون أن تترجمون ما تحملوا هذه الهيئة من عنوان نعم في الحقيقة أننا بالنسبة لنا نحن هناك عمل دائم ومستمر لكن هذه المرة نستطيع أن نتقدم بمشاريع هناك مشاريع مثلا تكون دعمها يعني وريعها للشعب الفلسطيني نحن نريد أن نشترك في بناء ما يعني تنهت إلينا إلى مسامعنا الأخبار ونحن كعضو في مجلس الأمناء للهيئة العربية والدولية لإعمار فلسطين نحن الآن نشترك منذ أكثر من سنة في بناء مركز صحي نفسي لفائدة السجينات ولفائدة المحررات من سجون الاحتلال الفلسطيني وما يعانينه من صدمات نفسية نريد أن نشترك في هذا العمل كما نريد كذلك أن نشترك في بناء مستشفى في مدينة القدس لفائدة كذلك إخواننا الفلسطينيين الذين يعانون من صعوبات كبيرة في جوانب حيوية هامة مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي الكثيرة التي تنقص إخواننا الفلسطينيين في جملة قبل الذهاب لسيد رسقي أنتم تقدمون بأن الهيئة العربية الدولية يعني دولية من يشارك فيها وعربية من يشارك فيها بجملة لطفة يعني توضيحا هذه الهيئة لها سنوات يعني منذ العدوان الأول على غزة وهي تعمل وكانت يعني تعمل فقط في بدايات كرد فعل طبعا على عدوان العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولكنها الآن في السنوات الأخيرة الآن فتحت يعني عملها وغيرت حتى من عنوانها واسمها إلى المنظمة العربية الدولية لإعمار فلسطين وليس لإعمار غزة لوحدها لأن هناك مشاريع الآن لابد من فتحها في كل أنحاء فلسطين باعتبار أن الفلسطينيين الآن كلهم رأينا هذه الهبة الأخيرة أن فلسطين لم تعد غزة لوحدها والقدس لوحدها والضفة لوحدها والداخل لوحده والخارج لوحده والفلسطينيون الآن أصبحوا متوحدين وحدتهم القدس العاصمة الأدنية سبحانه لسيد رسقي أيضا لسير العمل خاص بكم باللجنة الإغاثة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وإلى حد الموقف الفلسطيني الموحد الذي نشاهده الآن في تطورات أرضنا المحتلة فلسطين مفيد لجهة عملكم نحن في الجمعية العلماء المسلمين إن شاء الله ستنطلق قافلة بعد أيام إن شاء الله إلى غزة ستكون أولها فيها مواد طبية على تطبي وأدوية وسيرفق هذه القافلة بعض من رجال الأعمال الذين هم بدورهم سيتبنون مشاريع في غزة لإعادة إعمار غزة متهدم وعلى الصعيد وفي القدس وفي كذا لنا في كل جواني فلسطين لنا بصمة إن شاء الله وهذا قلنا هذا كله لا يكفي هذا نحن نطور ونقنع إن شاء الله كل من يهتم بقضية فلسطين نقول بأن فلسطين الآن صار الأمور تقدمت ولا بد نطور نوع الدعم هذه ولح عليها وأكدها لكن نحن في الجمعية الحمد لله فيه إقبال فيه يعني رانا نمشي في الولايات ما فيه ولاية إلا وتساهم وتشارك بساهم كبير مادي ومستعدة أنها تساهم أكتر وأكتر وإن شاء الله نطلب إن شاء الله من خلال شاشتكم الكريمة أن إن شاء الله يعني يسهل لنا في الدخول إلى غزة من طرف الأخوان وكان لديكم محاولات سابقة أيضا بسفن كسر الحصار رفقنا عدد قوافل إحنا لنا مستشفى معروف مستشفى خان يونس الجزائري وإحنا أعطيناه تسمية مستشفى الجزائري التخصصي واللي لعب الضور كبير في هذه الحرب هذا منذ 2010 هذا المستشفى ومتخصص وفيه عدد اختصاصات وعندنا وقفيات وكتير يعني لكن نحن نقول إن شاء الله في 2017 كانت لنا 14 محاوية كان فيها كنا أضفنا للمستشفى هذا غرفة عمليات وغرفة إنعاش وكان مستلزمة أخرى لكن حرمنا بعد 6 أشهر ونحن على المعبر 6 أشهر أقول في 2017 ورغم قبل ما نحرك قبل ما حركنا هذه القافلة كان عندنا ترخيص من صورة المصرية لكن لما وصلنا هناك في المعبر رفح حرمنا أن ننصل هذا الأمان أنتعى الجزائريين إلى أصحابها إلى إخوانا رغم كانوا في حاجة إليها كل الشكر سيد كريم رزقي ربما إذا كانت محبة الجزائريين والالتزام بالقضية الفلسطينية يمكن أن تنقل كعدوى نتمنى أن تصيب كل الشعوب العربية وهي حاضرة فعلا وهذا لمسناه مؤخرا والإسلامية وكل شعوب العالم شكرا جزيلا لك سيد كريم رزقي مسؤول لجنة الإغاثة في جمعية علماء المسلمين الجزائرين ضيفنا من العاصمة الجزائر ومنها أيضا أشكر السيد المكي قصوم عضو مجلس أمناء الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين شكرا جزيلا لكم مشاهدين نحن متواصلون معكم في هذه التغطية فاشهدوا ولكن بعد فاصلا قصير تفضلوا رجاءا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا في فاشهدوا هذه التغطية لانتخابات التشريعية الجزائرية من الميادين لأن وصلنا أيضا للمواكبة أكثر في المشهد الانتخابي لجهة حضور الشباب والنساء حيث شكلت تدابير الجديدة في قانون الانتخابات الجزائري بخصوص فئتي الشباب والنساء مادة للجدل السياسي وهي مادة جدل كبيرة لسيما لدى الأحزاب المعارضة للتشريعيات المسبقة في المقابل اعتبرت تيارات السياسية دعمة للخيار الدستوري أنه كان يجب عدم الاستعجال في تطبيق شرط المناصفة في قوائم الترشيحات سليم بوزيدي بعد عقود من العزوف بالألاف دخل ومترك السباق الانتخابي الشباب الجزائري يعود بقوة للمشهد السياسي وزاد من إقبالهم طلب ود الجزائري لدخول البرلمان المزايا التي منحهم إياها قانون الانتخابات الجديد مناصفة اشترط المشرع الجزائري أن تكون قوائم الترشيحات بين الشباب وكبار السن والأهم من ذلك أنه إذا زاد تساوي عدد الأصوات التي يحصل عليها مرشح شاب مع مرشح يفوق الأربعين عاما يمنح الفوز آليا للفئات الشبابية من المرشحين المرأة شكلت هي الأخرى مادة للجدل السياسي في الجزائر منذ الإعلان رسميا عن استحقاق الثاني عشر من الجاري وذلك بعد تجربة المحاصصة أو نظام الكوطة كما يعرف في الأدبيات السياسية الجزائرية التعديلات الدستورية الجديدة جاءت لتشترط تقسيم عدد المرشحين في القوائم الانتخابية بالتساوي بين الرجال والنساء على أن تستثنى المناطق التي يقل عدد سكانها عن خمسة وعشرين ألف نسمة شرطاء المناصفة للشباب والمرأة في قانون الانتخابات الجديد أخرج مئات القوائم من السباق الانتخابي أمر دفع الرئيسة البون للتدخل ومنح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صلاحية منح ترخيصات استثنائية لبعض القوائم بناء على طلب تتقدم به تشرح فيه أسباب عجزها عن تحقيق شرط المناصفة معظم الأحزاب في الجزائر تحفظ على ما وصفه باستعجال السلطة بتطبيق تدبير تعزيز فئتي الشباب والنساء في المشهد السياسي والأكثر من ذلك أن بعض التيارات المعارضة لخيار المسار الدستوري الذي انطلق منذ الرئاسيات الماضية شبر أن ما يحدث في الانتخابات الحالية لا يعد كونه لتغيير الواجهة السياسية من دون إحداث تغيير جذري حقيقي لنقاش معنا من العاصمة الجزائرية المرشحة المستقلة والناشطة الجمعوية سيدة بسمة بالبجاوي ومن الجزائر العاصمة أيضا المرشحة المستقلة والناشطة السياسية دكتور حسام حمزة مرحبا بكما دكتور حمزة سأستأذنك بالبداية مع السيدات مع بسمة وأنا بحث عنك ما فهمت بأنك أيضا سيدة أعمال لديك بعض التجارب والمشاريع حتى تلك المعنية بالبيئة إعادة التدوير وما إلى ذلك يخطر ببالي السؤال مباشرة ما الذي دفعك في هذه المرحلة لتخوضي معترك السياسة والدخول بالانتخابات التشريعية إلى أي حد ساهم القانون الجديد للانتخابات بإقدامك على هذه الخطوة مساء الخير أهلا أهلا تفضلي بسمة مساء الخير سمعت سؤال نصف السؤال لماذا تخوضين هذه التجربة في الانتخابات نعم شكرا كوني يعني في مجال البيئة أردت تغيير أردت تغيير تغيير أوضاع البيئية في الجزائر في مجال البيئة في مجال تسيير نفايات الرسكلة لهذا أخذ أخذ يعني معركة الانتخابات التشريعية يعني لتغيير الأوضاع هل ساعدك القانون الانتخابي الجديد أو القانون الخاص بعملية الترشيح أن نكون مناصفة موضوع الشباب أكضا حضور النساء التحرر المفهوم الكوتا بين قوسين في حضور المرأة بالبرلمان الجزائري إلى أي حد ساهمة بأن راكي مرشحة الآن حاضرة في هذا السباق الانتخابي يعني القانون الجديد القانون الجديد للانتخابات يعني يناصف في حضور المرأة في حضوض المرأة خاصة في قوائم يعني قوائم الأحرار أو قوائم الأحزاب مناصفة بين الشباب ومناصفة بين الرجل والمرأة فهذا يعني القانون يسمح ويعطي الفرصة أكثر للشباب والمرأة في خوض زمام السياسة خوض السياسة والدخول بقوة في المجال السياسي يعني تحفيز كبير لشباب الجزائري مع العلم أنه في جدل حصل بأنه ليست الظروف مواتية للوصول إلى الصيغة المناصفة الشبابية خصوصا من نسبة للنساء وهذا استدعى استثناءات يعني طرحها الرئيس تبون للقوائم التي لا تستطيع أن تقوم بتحقيق هذا الشرط للدخول وتقدم ما يفسر ذلك سأعود لهذه النقطة بكل الأحوال دكتور حسام حمزة أهلا بك من جديد أنا ما قرأته لك بما كتبت بأنه مرحلة ما بعد التحركات الشعبية التي أفضت حتى الانتخابات الجزائرية الرئاسية بأن هذه المرحلة هي الاستعادة الثقة إقدامك على الترشح بظل محاولة لتشبيب إن صح التعبير البرلماني الجزائري هل هي تعبير عن أنه فعلا في عملية ترميم ثقة بين الطبقة الحاكمة والشعب الجزائري في مرحلة ما بعد حراك فبراير 2019 أم ماذا؟ لماذا أنت مرشح الآن؟ هو في الحقيقة الهدف الأول هو أن نواصل للعملية التي كنا قد شرعنا فيها سابقا والمتعلقة أساسا بضرورة إعادة بناء الساحة السياسية عموما بإعادة ضخ وجوه ودماء جديدة في هذه الساحة وأيضا بممارسات وعقليات وخطاب جديد الشيء الذي نملكه نحن نحن الذين شاركنا في الحراك والذين كنا من الأوائل الذين دعوا إلى تقطير الحراك وإلى ضرورة أن تعقلنا مطالبه وأن تأخذ وأن تقنون في قنوات قانونية ودستورية اليوم نريد أن نوصل هذا الصوت أكثر عبر مؤسسات الدولة لأن في الأخير صوت الشعب وصوت الشارع يجب أن ينتقل إلى داخل مؤسسات الدولة ويجب أن يكون هناك من يعبر فعلا عن هذا الصوت بصدق في الحقيقة هو هذا الهدف الأساسي الذي جعلني أترشح أنا أرفض أن يكون هذا الحراك المليوني الذي خاضه بالدرجة الأولى الشباب الجزائري أن لا يكون هناك من يمثله من الطبقة الجديدة من أشخاص جدد الذين في الحقيقة انبثقوا وبرزوا بعد الحراك وتكون الساحة فارغة فقط للذين كانوا سابقا والذين هم جزئيا ونسبيا سبب في المعضلة وسبب في المشكلة التي خرج من أجلها الشعب الجزائري إلى الساحات وإلى الشوارع إذن الهدف الأساسي هو أن نساهم في هذه العملية أن نواصل عملية النظام أن نواصل بأسلوب جديد وبطريقة جديدة لأن الهدف الأساسي أيضا أو الهدف الذي نصب إليه من خلال المشاركة في البرلمان هو أن نعيد إلى المؤسسة التشريعية وإلى البرلمان هيبته الحقيقية والوظيفة الحقيقية التي شوهت في أذهان الجزائريين بسبب الممارسات القديمة وممارسات الأحزاب التي كانت تسيطر على هذه المؤسسة إذن يجب أن يكون هناك مبادرة ويجب أن تكون هناك شجاعة لدى الشباب حتى يواصل هذه المهمة بالرغم طبعا من الانتقادات بالرغم أيضا ويجب أن نقول هذا بأن المزاج العام وحتى ربما الأكبر هو مزاج رفض للعملية الانتخابية ورفض حتى للعملية السياسية برمتها ولكن هذا لا يجب أن يثنينا لأن الانتخابات في اعتقادي ستمر وكل المؤشرات الواقعية تقول بأنها ستمر وستكون خسارة كبيرة جدا لنا نحن الشباب وخسارة أيضا للحراك إن لم يجد من يوصل صوته في المؤسسة التشريعية وبمثل هذا التغيير التدريجي بمثل هذه الممارسات سنحاول أن نعطي صورة جديدة ربما ستساهم مع الوقت في استعادة اتقال لدى الشعب الجزائري ولدى المواطنين في المؤسسة التشريعية بس ما سأحرضك للحديث أكثر يعني دكتور حسام حمزة يتحدث يشرح خصوصا بهذه المرحلة سأحرضك للحديث أكثر خصوصا بما تم طرحه أنه الآن ليست جاهزة جاهزة ظروف لوجستيا ربما لعملية حضور المرأة في البرلمان الجزائري وذلك انعكس بأن بعض القوائم لم تستطع أن تنفذ السروط الخاصة بحضور المرأة بالعدد المطلوب كما طرحه القانون الجديد ما رأي بهذا الطرح وإلى أي حد أيضا أنه تقدم المرأة بطريقة لا تليقي المرأة الجزائري حتى في الحملات الانتخابية سمعنا بعض النقد لطريقة تقديم من زعام بعض القوائم الانتخابية لحضور النساء أيضا في قوائمهم المرأة في كل دول العالم تقريبا يشار إليها بالأصباح في السياسة لأنها تمارس السياسة مع الرجال وهذا يجعل الحساسيات تزيد بين الرجل والمرأة فالمرأة أو الشباب عادة يجب عليهم اقتحام المجال السياسي لأنهم يمثلون أكثر من ثلث المجتمع وهذا يعني يجب يعني شباب يتوفر على يعني فئة عندها معرفة عندها أخلاق يعني حاليا نريد أن نمر من يعني أخلاقة الحياة السياسية فنريد إحداث قطيعة بين الحياة الممارسات السياسية البالية القديمة ويعني نحاول إحداث تغيير تغيير حقيقي كيف ستقومين بذلك بسما وإلى أي حد تشعرين بأنه في تكافأ فرص بأنه في أحزاب تقليدية حاضرة عندها خبرة بالعملية الانتخابية والسياسية وبالتالي تشعرين بأنه في تكافأ فرص وهناك إمكانية فعلا لترجمة ما تقولين لحضورك بما تحملين في البرلمان المقبل أكيد يعني فقدان ثقة في العمل السياسي فقدان ثقة في هذا العمل السياسي بسبب تراجع دور الأحزاب في التأطير السياسي تراجع دور الجامعات والمدارس في التكوين السياسي جعل أنه شباب يتراجع وفيه عزوف يعني عزوف من فئة الشباب للانتخابات التشريعية وهذا مش غير في الجزائر يعني في جميع الدول العربية تقريبا فأحنا أنا كشابة وامرأة يعني قررت خوض مجال السياسة لإحداث التغيير وإحداث القطيعة عن هذه الأفكار القديمة وأيضا تغيير الواقع السياسي بالنسبة للمرأة بالنسبة للشباب وأيضا بالنسبة المجالي اللي هو مجال البيئة مثلا يعني هل الأمر كذلك بالنسبة لك دكتور حسام حمزة تشعر بأن لديك حظوظ فعلا لأن تمثل ما تمثل بأفكارك وفئة الشباب في البرلمان المقبل سيما مع حضور أحزاب قوية ضالعة في المجال السياسي وموضوع التمويل للحملات الانتخابية كيف تستطيع أن تبرز نفسك في حملة انتخابية تقول للناس ها أنا هذا برنامجي وبالتالي انتخبوني الأمر في الحقيقة ليس بهذه الصعوبة يعني عندما نتحدث عن أن هناك أحزاب ضالعة في العمل السياسي أنا في الحقيقة أتحفظ على هذا التعبير لأن الخبرة التي نعرفها وما نعرفها عن هذه الأحزاب أنها في الحقيقة خبرة في الممارسات غير الأخلاقية في العمل السياسي خطابها أصبح رديئا ومستهلكا ولا يواكب الواقع خطابها فيه الكثير من الشعبوية خطابها مازال حبيس المرحلة السابقة التي كانت العملية السياسية كلها مصنوعة وتصنع بأساليب التزوير وأساليب تزييف الصوت العام والرأي العام الجزائري إذن عندما نقول بأنها ضالعة فهدف اعتقادي تعبير لا يصف الحقيقة الحقيقة هي أن هذه الأحزاب هي كلها أحزاب تقريبا يعني جميعها أحزاب طبعا منها القديمة التي لديها وعاء ومنها الجديد ولكنها تقريبا في حالة من القطيع مع عموم الشعب ومع أغلب الشعب الجزائري جزء من المسئولية تتحمله هي كأحزاب وجزء أيضا من المسئولية قد يكون أكبر تتحمله السلطة من خلال ممارساتها وخاصة في عهد الرئيس المعزول إذن أنا في اعتقادي بأن أكبر صعوبة ليست في مواجهة الأحزاب وإنما الصعوبة التي نواجهها حقيقة مرتبطة بالمزاج العام بمزاج الشعب الجزائري الذي فقدت ثقة ليس في الأحزاب السياسية ولا حتى في الانتخابات بل في العملية السياسية برمتها وهذا المشكل مشكل عويص ومشكل خاطير جدا سيكون لديه تأثير كبير جدا على مستوى على مؤسسات الدولة التي تستمد شرعيتها في الأصل من هذا الشعب إذن المهمة الأساسية والدور الذي يجب أن نقوم به جميعا ويجب أن يحرص على ذلك كل المرشحون سواء كانوا أحرارا أو كانوا مرشحين باسم أحزاب سياسية هو أن يعملوا على استعادة ثقة الشعب الجزائري بعيدا عن الخطابات والممارسات القديمة ولكن هذا ليس هو الحاصل الحاصل هو عكس ذلك لأن الخطاب خاصة خطاب الأحزاب السياسية ما زال كما قلت رهينا للأساليب والطرق البالية تحدث عن حوالي 837 قائمة حرة يعني مستقلة ليست ضمن الأحزاب السياسية وفي عدد كبير من القوائم يشارك في هذه الانتخابات بس ما سأختم وإياكي أيضا بالنسبة لعملية الحملات والتمويل بنظر قطاع الشباب وأيضا للنساء تستطيعين أن تقوموا بعملية حملات انتخابية تمويل علم أنه دولة تحاول أن تساهم كما فهمنا السلطات الجزائرية بدعم فئة الشباب لتمويل بعض الحملات الانتخابية نعم الدولة تساهم يعني تساعد الشباب فئة الشباب هي يعني نصف القوائم الانتخابية سواء يعني بنسبة القوائم الانتخابية للأحرار تساهم الدولة يعني في مساعدتهم بـ 30 مليون سنتيم يعني القيام بحملتهم الانتخابية أنا يعني شخصيا تنزلت عن هذا المساعدة ولكن في القانون يعني تدعم الدولة فئة الشباب للمساهمة يعني معهم في حملتهم الانتخابية وهذا لتفادي الأموال الفاسدة وأموال يعني رجال أعمال مثلا يعني لجعل الحملات الانتخابية خالية من المال الفاسد وهذه يعني مبادرة جد مشكورة يعني جد مشكورة عليها يعني مشكورة عليها الدولة يعني في مساعدة فئة الشباب أو فئة المرأة بسفة عامة شكرا جزيلا لك بسماء بالبيجاوية المرشحة المستقلة والناشطة الجمعوية احتي معنا من العاصمة الجزائر دكتور حسام حمزة المرشح المستقل والناشطة السياسية أيضا شكرا جزيلا لك وشكرا لكم مشاهدينا إلى اللقاء اشتركوا في القناة